شدد وزير الخارجية سمح شكري خلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المصار التفاوضي بشكل عاجل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة كما أكد وزير الخارجية على مواصلة الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الهدوء والاستقرار وأوضح كذلك الوزير أن مبادرة الرئيس السيسي بتقديم الدعم لإعادة الإعمار والوفاء بالاحتياجات التنموية للأشقاء في فلسطين تعكس التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية